تأجيل ثم عقد ما بين هذه وتلك تضاربت الأنباء بشأن مصير جلسة مجلس نواب التي خصصت للتصويت على أسماء المرشحين لشغل الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي حتى اضطرت رئاسة مجلس النواب للانحناء لعاصفة الصراع السياسي الذي تزداد قوته يوما بعد يوم حول ما تبقى من حقائب شاغرة الجلسة هي الثالثة من نوعها في غضون هذا الشهر فقد أجلت الخلافات سابقتيها وتحولت الأخيرة إلى فوضى عارمة بسبب مشادة كلامية بين رئاسة البرلمان وعدد من النواب معظمهم من كتلة سائرون التي رفضت عقد جلسة غير مكتملة النصاب وبعد أخذ ورد وجدل بشأن وجود نواب سابقين ومستشارين في محاولة الاستكمال النصاب أخفق مجلس النواب في التصويت على مناصب الوزراء الشاغرة في الحكومة لترفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل بحسب بيان صادر على المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكان عبد المهدي قد قدم أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب عليهم في جلسة اليوم وتضمنت عبد الأمير الحمداني لشغل منصب وزير الثقافة وقصي عبد الوهاب للتعليم العالي وصبى الدليم للتربية وهناع مانويل لوزارة الهجرة فضلا عن دار نور الدين للعدل وصباح الدليمي لوزارة التخطيط بينما يبقى رئيس هيئة ميليشيا الحجد المدعوم من إيران فالح الفياض مرشحا لحقيبة الداخلية والمرشح عن الموصل فيصل الجربة لوزارة الدفاع الملاحظة الأشد وضوحا على جميع الأسماء المرشحة أنهم أعضاء في أحزاب وقوى سياسية مختلفة أو أقرباء لزعامات سياسية ما يعني فشل مشروع حكومة التكنقراط والمحاصصة التي رفعها عادل عبد المهدي وكتل سياسية عدة قبيل وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة قال النائب عن محافظة نينة وأحمد الجبوري أن ترشحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تؤكد ذهاب حكومته نحو المحاصصة وأوضح الجبوري بتغريدة الأهنة الأسماء التي قدمها عادل عبد المهدي للوزارات الشغيرة أكدت أن الحكومة الجديدة حكومة محاصصة وأصدقاء وستحمل في حال فشلها نتائج كارثية على العراق